هم طبعا تواصلوا معنا وطلبوا مننا دفع بعض المبالغ المالية مقابل السكوت عن هذه القضية وطيها وعدم التحدث عنها طبعا أنا قابلت ذلك بالرفض وقلت لن أقبل تعويضا مقابل إظهار الحقيقة وأيضا طالبت بأن يكون هناك اعترافا بهذا الجرم واعتذارا يقدم لي ولي أسرتي مقابل أن أسامح الذين تورطوا في تسليمي لنظام القذافي وفق فعليا الحكومة البريطانية عرضت عليك مبالغ مالية للتنازل عن القضية؟ نعم هذا صحيح هل هناك مبلغ معين عرض عليك؟ لرفض لقبول هذا التعب يعني القضايا المشابهة لدي أحد رفاقي استلم مبلغ 2 مليون جنيه سترليني في نفس القضية لكنني أنا فضلت أن يكون هناك اعتذار من الحكومة البريطانية مقابل أن أسامح الذين تورطوا في هذه القضية المشينة